هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا لجميع المستمعين لحلقة جديدة من حكي الصالح مع دكتور صاندرين عبر حكواتي بحب رح يبدايسي لليوم اللي فضلت تبقى مجهولة رح تخبرنا كيف كسرية الحواجز تتفهم جنسانيتها وتتغلب على المحرمات الثقافية بتأثر التربية والتنشئ السقافية بشكل كبير على فهمنا للجنس والعلاقات الجنسية بالعديد من المجتمعات بما في ذلك المجتمعات الشرقية والعربية بتم التعامل مع الجنس كموضوع محرم مغلق ما ليزن نحكي عنه بشكل مفتوح هذا النوع من التربية فيه يخلق حاجز ويمنع الأفراد من الحصول على المعلومات الصحيحة والضرورية حول الجنس والعلاقات الجنسية بهذه المجتمعات فينا ننزل للجنس كأنه موضوع مخجل أو محرم وهذا شيء بيؤدي إلى تجنب النقاشات الصريحة والمفتوحة حول الجنس وهذا شيء بيؤدي إلى افتكار العديد من الأفراد إلى المعرفة الأساسية حول أجسادهم وظائفهم الجنسية وكيف بيتفعلوا بطريقة سليمة جنسيا مع الشريك هذا النقص بالمعرفة شيء يؤدي لمشاكل متعددة بالحياة الجنسية مثل عدم الرضا، سوء الفهم والمشاكل الزوجية وإضافة لذلك بتعزز المحرمات الثقافية الأفكار الخاطئة والمعتقدات الغير الصحيحة حول الجنس تنعطي مثل فيه يعتبر الجنس واجب زوجة فقط منه ما نهتم بالمتعة المتبادلة والردة الشخصية وفيها تعزز هذه الثقافة الأفكار المتعلقة بالشعور بالعار أو الزنب المرتبطة بالجنس مما بعيق الأفراد عن استكشاف رغباتهم واحتياجاتهم الجنسية للتغلب من هيدا التحديات من الضرورة نعزز التربية الجنسية الصحيحة والتسقيف الزاتي لازم يكون فيه مساحة آمنة للنقاش المفتوح والصريح حول الجنس والعلاقات الجنسية وهذا الشي بيمكن الأفراد أنه يكتسبوا المعرفة الصحيحة ويتوروا فهم صحي وإجابة للجنس بهذه الطريقة فيه أن الأفراد يبدوا علاقات جنسية صحية ومرضية والتغلب على الشعور بالعار والمحرمات الثقافية اليوم عنا ضيفة خاصة رح تشارك معنا قصتها قصة ملهمة حول رحلتها الشخصية باكتشاف الزات والتغلب على التحديات الجنسية ضيفتنا اللي فضلت تبقى مجهولة رح تتحدث عن تجربتها كاميرا بالشرق الأوسط نشأت على مفاهيم معينة حول الجنس والعلاقات الجنسية وكيف أثرت هيد المفاهيم على زواجها وحياتها الجنسية رح نتناقش كيف اكتشفت العادات الجنسية لزوجها السابق وكيف أسز هيدا الشي على التصورها الأولة للعلاقة الجنسية بالإضافة إلى رحلتها بطلب المساعدة والتعليم الزاتي رح نتطرق كمان مع ضيفتنا إلى أهمية التخيلات الجنسية بتحسين العلاقة الجنسية وكيف دفعتها تجربتها لكسر الحرود والتغلب على المحرمات كمان رح تشاركتنا نصائح لنساء اللواتي بواجهه نفس التحديات خلينا نبالج نتعرف أكتر على هيد القصة الملهمة زهرة أهلا وسهلا فيك ببودكاست حكي صريح مع دكتور ساندرين بصراحة أنت بعطي لإيميل وقلتي لأنك أنت حابة تحكي عن قصتيك بس أنه منك حابة تعلي عن هويتك فيك تخبريني شوي مين أنت وليش قررت تكتبه هذا الإيميل أول شي بحب أشكريك دكتور ساندرين على إصدافتي وعلى تفعلك مع رسالتي ولأنه أن تعطيني المسيحة أنه شارك تجربتي أنا رح عارف عن حالي باسم زهرة حاليا عندي 32 سنة مريت بتجربة الزواج ما كانت كتير سعيدة بس علمتني كتير إشي عن حالي وغيرت مفهومي عن الجنس عن المتعة وساعدتني أنه أتحدى تبوز وأكثر حواجس كمرأة مسلمة ومن الشرق الأوسط خبريني زهرة أداكن عمرك بس زوجتي 26 تقريباً وتزوجتي عن حب أم كانت زواج تقليدي شو صار على المضبوط تقررت تختي هذه الخطوة لا كانت زواج عن حب مش تقليدي وكانت قصة حب يعني أنا كنت معتبرتها فيري تهيل ويعني لما اثنين بيعيشوا هيدا التجربة بيقدروا أنه يتزوجوا ويعيشوا سوا أنت خبرتيني بس كنا مش على هو أنه أنت نقيت شخص بركي شوي مختلف عنك وكان في صعوبة أنه يتقبلوا أهلك فأصلاً بس فت بالزواج كنت عمت وردي فيت بصراع كرمين الأشخاص الآخرين يتقبلوك ليش فت به هيدا الصراع؟ ليه هيدا الشيء هلأت كده مهملة إليك؟ صحيح أنا زواجت حداً مش لبناني علماً مش من جنسيتي علماً بالتحديات المساء اللبنانيات بيوجهوها أنهم هني ما بيقدروا يعطوا جنسياتهم لزوجهم ولأطفالهم مقارنة بالرجل اللبناني وكمان زواجت حداً مش من طيفتي وهي دي كانت شغلة تانية عادةً مننا كتير يعني حسب في مجتمع يعني أشخاص بيعتبروها عادة في لبنان الحمد لله هلأ صاروا وفي أشخاص تاني بعضهم بيعتبروها هاجز منهم أهلي يعني بس لأنه أنا كانت ما تمدع حالي وكان عندي هيدا الاندبندنس قدرت أنه اللون قال لا أنا هيدا هو الشخص اللي بديه وأنا قادرة أنه واجه هيدول التحديات وأدرة بلش معه حياتي وأنا لأنه ما أمني بهيدول الالفاليوز أنه ما عندي مشكلة حداً يكون مش من طيفتي أنا بهمني الإنسان كجوهر مش كجنسي أو كطيفة فتركت بلديك شغليك أهليك كرميل هيدا الزواج شو كنت تعرفي عن الجنس شو كانوا توقعاتك بالنسبة للحياة الجنسية أنا متربيت أنه ما أحكي بالجنس أبداً ولا مع أي حداً الجنس عيب الجنس تابو البنت المهزبة ما بتحكي فيه ولا بتفكر فيه حتى ماما ما حكتني عن الجنس ولا مرة ولما كان عندي حشرية أنا وصغيرة اسألة ردت فعلا خلتني استوعب أنه ما فيه أبداً أحكي بهذا الموضوع تخيل أنه ولا هي ولا سيدة تانية بعائلتي قررت أنه تحكيني أو تعطيني أي نصيحة قبل الزواج وأنا طبيعتي كانت كتير خجولة فما كان عند الجرأة اسألون وبذكر أنه مش بس البيت أثر فيه وإنما المحتوى اللي كتعرض له على التلفزيون بالإضافة للتجارب بالمدرسة أثرت على طريقة تفكير أنه هو تابو أنه هو حاجز المدرسة أكيد ما كان فيها لا تربية ولا توعية جنسية أول معلومات حصلت يعني حصلت عليها كانت من أصحابي كانت شي بدحك أنه من الأفلام كتفهماني أنه فيه جنس بس ما فهماني شو عم بيصير وعندي حشري بدي أعرف بس بنفس الوقت ما عندي الجرأة أنه أسأل لأنه خايفاني مع أنه أنا من جين الإنترنت بس ما كان عندي يعني كتعاملي حاجز أو بلوك للموضوع بس وما كت حتى قادرة أكتب على جوجل يعني أنه فتش على معلومات لحالي لأنه عيب لأنه حرام لأنه حكون مش مهزبة إذا عملت هيك وهي كمال أفقاية شكلت نتيجة شو كتأسمع بالمدرسة أنه فوليني بتعرف شو هو الجنس وهي مش مهزبة بعدين مرة بعدين مرة بعمر الأحداعش يمكن فتحت السيرة بالباس مع رفقاتي فشرحوا شو بيصير بين الرجل والأمرأة وأنا كتعام بسمع وإجتني الجرأة لأول مرة أنه أسأل لأفهم أكتر بس النتيجة كانت أنه واحد من الشباب قرر يقل لي أنه أنا مش مهزبة لأنه سألت وقال لي أنه رح يخبر أهلي أنه كتعام بسمع وكتعام بسأل لعارف فساعتها أنا خفت كتير وكنما رجعت على البيت صرت أبكي وضليت خايفة بأي لحظة حيدق على التليفون ويحكي مع حدا من أهلي ويخبرهم وأنا كتن ميزة متفوق وبصراحة أهلي ما حسسوني بالأمان فلو كان خبرهم كان هيدا الشي هيكون إله عواقب وكان هيأثر فيه بعدين بالنهاية هو ما خبرهم وتاني نهاري اعتذر وقال لي ما بعرف أنا لقلتلك هيك وأنا بعرف أني كمهزبة بس هيدا التجربة أثرت فيه مثل كان أنه صدمة صدمة لأنه هيدا الشاب كان صديق فهو كان أكبر مني وكنا نلعب بالبس فليه هيك قال لي يعني أو هددني وخوف أنه ما أوسأ أحكي مع حدا بهيدا الموضوع حتى ما يقل لي أنه أنا مش مهزبة وهيدا الشي أنه أنا مهزبة كان شي مهم بالنسبة لي من وقتها بعتقد تغلب علي طابع جد سو أصحابي كانوا ما ينكتوا قدامي لأنه أنا كتباطيون هيدا الانتباع أنه ما تحكوا ما تنكتوا بهيك مواضيع وهلأ مع أني تغيارت كتير بعضه الانتباع الأولي أنه أنا حدا نجدتي بس أنا تعلمت كيف أكسر الجليد وبيدر بالمزاح حتى الشخص اللي بوجي يرتاح أنه يمزح معي ويحكي بموضوع جنسي على سبيل التسئيف وتبادل المعلومات وهلأ بسمع كتير تعليقات أنه واو أنت شخص كتير منفتح مع أنه أنا ما كنت مفكر هيك سبت فهموا منيك الشباب اللون حق يحكوا عن الجنس بس إذا البنت حكيت عن الجنس صارت مش مهزبة هيدا المجتمع طبعا للأسف كيف بفكر بس مش هيدا هو الشي الصح اللي لازم يصير شو يعني مش مهزبة مو بعرف ليه عنده يعني أنا مش مهزبة هيدا شي المجتمع كمان هو اللي اللي بيحدده بالعكس ما في أي علاقة بين أنه نحكي عن الجنس أو نتسقف عن الجنس والتهذيب والأخلاق علمان بس كمان نختار أنه نتزوج نعرف أنه رح نفوت بعالم جنسي فكثير مهم أنه نعرف بشو عم نفوت كيف بلش زواجيك وشو صار على المزبوط بوقتها هلا أنا قبل الزواج كنت اتحدث مع الشريكة أنه جربت بما أنه هو شخص أنا رسقت فيه وكنا نحنا بعلاقة حب قبل الزواج فأنا مع أنه أنا كنت شخص خجول بس معه هو كنت حبي أنه نحنا نكون منفتحين مع بعض مع بعض فكنا نتطرق لهيدول المواضيع بطريقة يعني بايسك وأنه خلص ما اعتمد أنه نحنا بس نتزوج رح يكون رح تصير المواضيع أكتر ديبر ومتعمقة أكتر وهيك توقعاتي أنه رح يمشي الحال أنا كنت كنت أكيد كان في خوف بالمعنى طبيعت لعني خجولي وهلأ سأخبرك أنه أنا كنت عزراء لما زوجت وخلينا أجعك بالزمن شوي إلى وراء أنه هدفي من مشاركتي أنه وصلت على أهمية التربية والتوعية الجنسية والتسئيف الجنسي وأهمية تصحيح المفاهيم الخاطئ التي نتعرض له من خلال المحتوى الإعلامي فبعمر المراهقة أنا كنت أحضر أفلام مصرية قديمة كتير وفهمت العزرية من هول الأفلام ماما كمان ما حكتني عن العزرية أبدا سمعت بنات من المدرسة أنه أمهم حكتهم أنه لازم يحافظوا على العزرية أو ساعتها البنت ما بتتزوج خلص أنه كان فيه بنت عم تعمل جنباز وفقدت عزريتها ما لازم نركب حسان ما لازم نركب بيسيكلات وأنا ما أخدتني أتعلم بيسيكلات فأنه كيف يعني ما كان هما تحافظ عزريتي ما بعرف المهم كمان بالأفلام بيفرجوك أنه كل العائلة ناطرة تشوف الدم على الشقف البيضة اللي يتطمن أنه البنت عزرة فمن رفقاتي ومن هول الأفلام بلشت تتكون بزهن أهمية هذه العزرية واللي فهمته أنه لازم ينزل أول شيء أنا كمان بتحك على حالي بس أتذكر أنه ما بدي أطلع على الصور اللي بالكتاب وبوقتها الدكتور خبرنا أنه مش بالضرورة ينزل دم وقتها المرأة تمارس الجنس لأول مرة وعطانا نسبة ما بتذكر قده هي أنه نسبة معينة من النساء ما بينزل منهم دم بس يمارسوا الجنس لأول مرة فمعلوماتي كانت مشتتة من مصادر متعددة وفي حاجز بيمنعني أنه أنا تدور على المعلومات لحالي وقتها اتزوجت أخذ الموضوع شهر لحتى أفقت عزريتي ونزفت أكتر من مرة وضلت أنزف حتى من بعد ما تم بالإلاج الكامل مشهد الدم خليني أبكي وصار عندي مثل شهقة هيك لفترة أنا طبيعة عاطفية وعندي شغف للمشاعر كنت منتظرة أنه حس شيء مميز بالعلاقة الجنسية بعد الزواج أو أنه حس بالمتعب بالمقابل كنت عم حس بالوجع بالأحباط وجع لأنه ما كان فيه تهيئة مناسب حتى الإلاج يتم بطريقة سلسلة وأحباط لأنه ما كنت عم حس بالمتعب كمان كنت عم مشعور بالقلق والخجر أنه أنا فيه شيء مش طبيعي مش عم يؤدي لممارسة جنسية طبيعية وبما أنه أنا شريكي كان عنده تجارب أكتر مني كتعملوه معتم خبرتي وخوفي كان رادي على الممارسة والمتعب كتت متوترة كتير ما كتتفرز سوايل كافية فكمان كان ضلنا دايماً هاي الفكرة براسي أنه أنا فيه شيء مش طبيعي وأنه رح نعتمد على المظلق دايماً مع العلم أنه كمان الممارسة مع المظلق ما كانت كانت بتوجع وهيدا الشي استمر له وقت طويل لحتى أنا اكتشفت جسمي اكتشفت شو بمتاني وصاعتها السوايل صارت تنفرز وبكمية كبيرة فغير أنه أخذ موضوع العزرية شهر بعد تالت يوم ببيت الزوجية بيكتشف أنه زوجي بيبارس ما بعرف بيكتميه عادة سريعة وانتاع الزيت وهو عم يحضر أفلامي بحية للوهل الأولى دحكت لأنه مستوعبت اللي عم شوفه ومعرفت شو لازم تكون ردة فعلي بس مع مرور الوقت وتكرار الموقف فهيدا شي سبب لي أزمي نفسية هز سأت بنفسي وكان عم يستنزف طاقتي ومش يعري مش لأنه عم بيمارس الداعز ذات أو العادة السرية بحد ذاتها بس لأنه الممارسة كانت ليل ونهار وبوجودة وكانت عم تستبدل الممارسة الجنسية معي وكمان كانت عم تأثر على حياتنا الجنسية والعملية هنا أنا عندي كم سؤال قبل ما تزوجتي بين بعض أكيد من دون إلاج مهبلة بس أنه هل كان في نوع من التقبيل من المدعبات أما لا أبدا بلا كان في وكانت تنبسطة بوقتك كان في لزة كان في متعة كان في متعة وكانتحس أنه في سوائل أوكي أوكي وبس تزوجته بما أنه طولت بركي كان عنديك تشنر مهبلة بركي ما كان في مدعبات كافية هل صار في تواصل بينتكن يعني أنت حكيت أنك كنت كتير متوترة كنت كتير متضيقة اكتشفت أنه عم بيروح صوب الأفلام الإباحية هل حكيتي هل واجهتي أول يعني الليلة اللي أنا اكتشفتها كانت بالليل عم بتقلب بالتخذ حسيته عليه حسيت التخذ عم يهز عم بتطلع أنه شعن بيصير فكرت زلزار يمكن بالأول بعدين عم بتطلع أنه أوكي لقيته على التليفون وشفته أنه عم بيمارس هلأ هي المفروض شو بتسميها عادة سرية أو إمتازة هلأ هو عادة سرية منه منه كلمة علمية هي أكتر كلمة ثقافية فيان استعمل كلمة العلمية اللي هي الاستبناء مثلا الرجال مداعبة الزيت إذا ما بديك تقول أنه هي إمتازة ما بحر أنا عم مش عاربة شو الكلمة اللي لازم استعملها أوكي استعمل الكلمة اللي بتناسبك كان عم بيمارس شفت الوضع أنا عم بيمارس الاستمناء وكان حامل تليفونه وبس شافني دغري طفل التليفون فأنا هوني قلت أنه دغري يعني ما نغبية يعني قلت أكيد كان عم يحضر شيء سألت له عم تحضر بورن هلأ وعم تمارس الاستمناء فهو بالأول سكت وما كان بده يجاوب وبعدين بس أنا يعني سألت السؤال أكتر من مرة قال لي إيه أنه كتعم بحضر بورن وكتعم مارس الاستمناء فألت له يعني أنه أنت حدي هلأ على التخذ شو عم بيصير فهو من وقته وبكتير يعني أوقات من بعده كان رده أنه مثلا هو عنده رغبة أكتر أكتر مني وبما أنه نحن ما قدرنا بعد المارس يعني ما كان الإلاج الكامل ما كان تم فكان اللوم علي أنا لأنه أنا بعد ما قدرت تمطعه وهو عنده رغبة أكتر مني هو بحاجة لهيد يمتع حاله فعشان هيك هو عم يعمل هيك حدي لأنه أنا ماني جاهزة بعد حتى هو يعمل الإلاج الكامل معي ولما من بعده مثلا صرنا أوكي طب كيف فيه أفرز أكتر مثلا حتى يكون أو حتى كيف فيه خفف التوتر اللي فيه حكينا بهيدا الموضوع بس أنا هلأ يعني اللي فهمته من تجربتي أنه هو كمان كان عنده مفاهيم ومغلطات براسه بسبب مغيماسه بالإباحية خلت هيدا الممارسة ما تكون بأنسب شكل وكيف اكتشفت مع الوقت شو لي بيوبستيك بيوبستيك وما عارف يويك بيك بالتجرب اللي أنت كنت فيه اللي بجعب ذكر إذا نزفتك كذا مرة يعني كنت كتير شادة يعني كيف فينا شيف كل هذا الوجع عادة ما بيكون طبيع له علاقة بقلة الإيسارة أم حتى بتشنج عضلات المحبل كيف أنت قدرت تتخطي هالشي مدون مساعدة شو عملت على المزبوط زهرة لا أنا تلاقيت مساعدة بس بعد فترة يعني أول شي أنا كان أنه أسرار البيت هيدا الشي مقدس بالنسبة إلي خصوصية البيت ف يعني مثل كان أنك تحسي حالي لحالي ما عارف شو أعمل وأنا ما عندي خبرة حولت أول شي فتش لحالي مثلا أونلاين وما أني عارفة كمان إذا هيدا الشي اللي عم بيصير هو عادي إنه يعمل هيك أو أنا أصلا غريست وشعوري كان إنه أنا من دايق أو مني مبسوطة بالشي اللي عم بيصير فكان فيه كمان حيرة براسة إنه ما عم بفهم هيدا الشي عادي أو أو مش عادي وصرت زعلت لأنه أوكي أنا كمان ما سقفت حالي قبل ما كان عندي خبرة فمش عارف شو شو الساوي بالأول كانت مجرد إنه بلشت أنا فتش لأول مرة بحياتي على معلومات فتت مثلا أسأل على ردد أو على كورا أكتب أوكي زوجي عم يتفرج على أفلام البحية وعم بيمارس الأستمنار شو بعمل أقرأ مثلا شو في شو في إجابات عن هيدا الموضوع لقيت إنه ما عم كتير في إجابات محيرة ما عم بعرف ما عم بتوصل لخلاصة مفيدة براسة بعدين بقدرت إلجاء لأهلي لأنه بحياتي ما حكيت بالجنس معهم وما كانوا يحسسوني بالأمان في الوضع لحسن حظة كان فيه شخص بحياتي بعتبره مثلا أعلى وبعرف إنه لأني أنا مثلمة التفكير بالدين ما إنه كتير منغلق فلو سألته حياتيني إجابة ممكن أقدر أسق فيها وممكن تريحني بس بالأول وهذا شي بد صليت الضوء عليه إنه أنا ما سألت الأسئلة بطريقة صح سألت كتير جنرال بطريقة كتير عامة فالإجابات اللي أخدت كانت عامة فأنا بالأول سألته لهذا الشخص بطريقة كتير عامة إنه هل مشاهدة الأفلام الإباحية فيها مشكلة هل ممارسة الأستمناء فيها مشكلة فهو لما عم بسأل السؤال بكتير طريقة عامة كانت الإجابة إنه يعني لو ما في أي تدعيات أو أو إشياء سلبي ما فيها مشكلة فأنا هون براس صار أنو زوجي يمكن يكون موحق يمكن ما في مشكلة به هيدا الشي اللي عم يعمله ولعني أنا بحبه وبيدي كف العلاقة ومتعلقة فيه كتير صرت بلش بتغير من حالي فرحت لعنده قلتله النعمول لي بدا كيف وأنا رح كون بنفتحة وما عندي مشكلة وو قال لي فهو يمارس هيدا الشي الصبح وبالليل بتاخد حدي وصرت أنا أبكي وأكبت مشاعري ويعني لأن أنا قلتله عمول هيدا الشي فبس كان عم بأثر علي وعلى نفسيتي وأنا عم بكبت مشاعري لحد قريبا ستة شهور من الزواج قلت لعن مش معقول يعني نفسيتي ما عم تتحمل هيدا الشي اللي هيدا الشخص مرة تانية هالمرة بدل ما أحكي عني عملت كأنه عم بسأل عن صديقتي وصرت أعطي تفاصيل أكتر أوكي لأ هيدا الشي عم بيصير على التخد بوجود الزوجة وبالتواتر يعني الفريكونسي كتيرة لدرجة أنه كل يوم الصبح وكل يوم بالليل وحتى بالويكند إذا مش برات البيت فالإجابات صارت تتغير وفهمت أنه صار فيه مشكلة لحد ما أنا يعني نهرت وبعدين I opened up وخلاص لأ هيدا المشكلة أنا اللي عم عاني منها أنا بحاجرة مساعدة شو في أعمل شو في يساوي فهون هيدا الشخص كان عم يدرس علاج نفسي وصرنا مثل نعمل جلسات توعية والتسئيف إقرأ لحالي صار هو كمان يوجهني يعطيني مصادر إقراها خلتني ساعتها يعني خود تجربة جديدة أفهم فيها جسمي أكتر أفهم فيها الجنس أكتر أفهم فيها المطعقة أكتر أول مرة فكرت أنه تطلب مساعدة مع زوجك بنهاية أنتو كان عندكم مشكلة زوجية يعني كان في مشكلة بينتكن ما هو زوجي ما كان عم يعترف أنه في مشكلة يعني بالأول أنا كانت صدمة وأنت شو عم تعامل أنت ما عم بتماتعيني وأنا عندي رغبة أكتر منك لأنه أنا رجل وأنت أمرأ بعدين بس أنا لجأت للمساعدة مع الشخص هيدا كانت أول يعني من أول نصيحة يعني هو لازم تروحه لعند حدا متخصص كعلاج نفسي أو علاج جنسي فأنا أول مرة عم بطلب منه هيدا الشي كنت كثير خايفاني وما عارف كيف يعني افتح السيرة معه وعم فكر وما بد إجرح له مشاعره يعني مليون شغلة عم فكر فيه وللأسف أنه لما طلبت كانت رفض على طول لا علاج نفسي ولا علاج جنسي وفرجيت وصفحتيك دكتورة قطل فينا مثلا دكتور صندرين بس دايما كان رفض وهل اكتشفت بعدين أنه بالأصل كان عنده هالمشكلة يعني صار فيه عندك أجوبة أكتر مع الوقت وكيف أجوه هالأجوبة يعني هو اكتشفت بعدين مع الوقت أنه هيدا الشي كان يمرس من المراهقة تقريبا واتشفت أنه هيدا الشي أثر على حياته بطريقة سلبية بس هو يعني أنا صرت شايفي هيدا الشي وهو ما هو ما هو ما يشايف وهو ما عم يستوعب وضلي يخبرني أنه هيدا شي كتير طبيعي ويعطيني نسب أنه 80% من الرجال أنا ما بعض شوى النسب الحقيقية بس أنه يقل 80% من الرجال بيحضروا أفلام إباحية وبيمارسوا الاستمناء وأنا فاهماني أنه هذا الشي مش مش بتخت مع زوجتون هذا الشي أكيد فهي هذا هو هذا الشي هذا كان بعدين هيدا صارت إيجابتي هيدا صار ردي أنه أوكي بفير بس ويمكن حتى تكون يمكن الزوجة بالمطبخ ما بعرف وهو بمطرح تاني بس مش بتخت ومش باستبدال للزوجة ومش لما يكون عم بيأثر على مستقبلنا وعلى حياتنا وكمان مش لما يكون عم بيأثر بعدين لأنه أنا ما كنت بعرف وبعدين صرت بعرف اتشفت أنه انتصابه مش ما عم بيضاين بسبب هيدا الشي شو عملته ساعتا شو كانت الخطوة أنا لأنني كنت معلقة فيه أخذ مني وقت كتير يعني أنا صرت بدل ما عم ركز على حياتي مثلا ومستقبلي صار كل تركيزي أنه أنا كيف طلعه من هيدا الشي لأنه أنا كتير كنت متعلقة فيه وبدأ نجح هيدا العلاقة وبدأ كافي فيها فكان صارت أنه عم عم بتلقى هيدول الجلسات لحتى اتعلم أكتر ولحتى طبقه بيني وبينه أوكي لحتى اجذبه لأيلي وطلعهم يعني فهموا أنه أنت فيك أو حسسوا أنه أنت فيك تحس بالمتهاء معي أكتر من المتهاء اللي عم تعطيك إياها هيدول الأفلام والممارسة اللي أنت عم تعملها لحالك أنه نحنا سوا فأنا ضليت فترة كتير طويلة مستكة بهيدا الشي وأنه عم حاول تطلعوا منه بس يعني للأسف برغم أنه جذبته إلي فرجيته كيف أنا مغرية وكيف نحنا اللي اتنين عم نحس بمتعة هو ضل مصمم أنه يكف بهيدا الممارسة ما قبل أنا كان من شروطي أنه لازم يكون في علاج ما قبل أنه يتلقى علاج سار يقل لي أنه أنا وقفت بالليل مثلا بدل ما ينام حد بالتخط يكون نايم بيقوط القعدة طب أنه شا عم تعمل بيقوط ماني هبلا يعني أنه لأ بس عم بحضر تيفي أوكي بس فخلص بالنهاية وصلت أنا كمال لأناعة أنه أنا عملت يعني المستحيل وكتير صرفتها ومجهود فكري على هيدا العلاقة وقررت بالنهاية أنه ما هو الشخص المناسب لألي فتحول تحول مجهودة وطاقت من نجاح العلاقة لأنه أحصل على حريتي وهذا شيء كمان كتير صعب بما أنه أنا أنه نحنا الكنيسة من الشرق الأوسط هذا التحدي تاني من نحنا نواجهه كيف نقدر نحصل على حريتنا وكيف نقدر نتطلع فأفهم منك وهذا الشغلة كتير كتير مهمة أنه نقدر نفهمها بس الشخص التاني يكون عم يعاني من مشكلة جنسية نحنا ما فيها نخلصه لأنه بالنهاية أنت ما كان الحق عليك هلأ بركب الأول التفاعل ما كان مثالي بس عكل أحوال هو كان عنده مشكلة وطالما هو ما بيطلب المساعدة وما بيقتني أنه عنده مشكلة لأنه صعب الوحد يعترف أنه عنده مشكلة لأنه بده يصير يفوت بمعاناة بده يشتغل على نفسه هذا الشيء صعب ما أنه هين بس إذا هو ما عمل هالخطوة أنت ما فيك تجز به ثوبك يعني هذي الفكرة أنه المرأة الشاطرة اللي بتعارف اللي بتجب زوجة ما رح يكون عندها مشاكل لا هذا الشيء مش حقيق أكيد إذا هي بالأساس ما فيه أي صقافة جنسية ما بتحب الجنس أم فيه مشاكل بالتفاعل بينتهم بركي أثر على الزوج بس دائما هون بده نعرف أوكي مين مين أساس المشكلة أم هي هالتفاعل بين الشخصين وكيف نشتغل على المشكل مدوم نحط اللوم على نفسنا وهذا رسالة لازم نرسلها لكل السيدين أنت مش مفروض تجي تشد الرجل مفروض أنتو تمارسوا سوا هذا شيء كتير كتير مهم هل تحسني شوي علاقتكن الجنسية أم أبدا تحسني أنه أنا شخصيا بلشت حس بالمطعة أكتر السوائل كانت عم تنفرز أكتر لما بلش أجرب أشياء جديدة وهي أكتر شيء أنا حسيت أنه كان عم يعطيني مطعة هي أنه أحكي عن فانتسيز أو عن التخيلات هيدا هو يعني شيء مميز اكتشفته وهو اللي ساعدني أنه حس بالمطعة تخيلات وبس الفكرة كمان كانت أنه أنا اللي كنت أكتر عم بحكي عن التخيلات وستحس حالة مثل شهر زاد بألف ليلة وليلة أنه كل مرة عم حاول اختراع قصة جديدة وكتسأل كتحاول قل له طب قل لي أنت شو عم تتخيل طيب شو رغباتك بس هاي هي دايما كان ما يعني أنا فتحت وكت عم بحكي اللي بقلبي وهيدا كانت أناعة أنه الشريكان بيشاركوا مع بعض هيدول الرغبات ما في خجل ما في أحكام بيناتهم بس بالمقابل هو ما كان عم يخلي حاله يصير حدي وما كان بده يقل لي عن جد شو بيتخيل أو شو هي رغباته الحقيقية فما ما عرفت يعني ما فيت معك بالتفاصيل إذا هو بالأساس عنده تخيلات معينة إذا أعيش صدمة أو ترومة هالعويد شو هم بتعطي لا صدمة أو ترومة ما بعرف ما حكينا أبدا بهذا الموضوع تخيلات يعني أو رغبات حكي لإشياء بس أنا مأكدة أنه فيه أكتر وما حكي وأنه كان هو يمكن دايما عنده خوف من أنه مثلا الأحكام أنه أنا حأحكم عليه إذا قال لي أنه هو بده هيدا الشي أو هو بيفكر بهيدا الشي وأنا خلاص كنت واصلة لمرحلة أنه ما فيه أحكام أبدا وعادة فينا نتخيل أي شي ورغباتنا أنه فينا نحكيها يعني الهدف من الممارسة بين الشركين أنه عن جد يمطعوا بعض ويكون فيه هذا التواصل المفتوح بيناتهم بس ما كان موجود زهرة في كتير جيل عندهم تخيولات معينة خاصة العلاقة بالخضوع اللي بيحبوا أنه ينزلوا بركي كمان باللعب الشرجي بيتخيل صوجتهم مع شخصتين كل هيد التخيولات ما بيستروا يحكوا عنها لأنه بيفكروا رح يخسروا رجوليتهم بالضبط التخيولات اللي فيها هني عم بيسيطروا فيها عم فيها هايما 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 نشوفها أكتر شي عادة بالأفلام هواني ما عندهم مشكلة يحكوا عنها لأنه بيفكروا أنه هاي دي بترمز للرجولية وأنه هي تخيولات إيجابية مع أنه هني التخيولات هي نفسة من هاي مهم أنه يكون فيه تراضي بين الشركين لأ ما بنعرف هو من شو كان عم يعاني وشو كانوا تخيولاته بس صحيح أنه كتار من الرجال أكتار من النسائيين بيعلقوا بهالنوع من الحلقة الفرغة يعني بيصيروا يفتشوا على أنواع من التحفيزات اللي ما فيون يلقوا بحياتهم الزوجية لأنه ما بيسترجوا يحكوا وهذا شغلة كتير شيء على الأسف صحيح بالظبط وهو اللي أنت عم بتقوليه إجزاكلي أنه صرت أنا مثلا مرق هيك حكي لأشوفش بدأ تكون ردة فعله فهو ممكن بالوقت اللي هو يكون مثار كتير يتقبله ويسكت بس لهو مش مثاري يقلي كيف تحكي هيدا الحكة وهيدا الحكة مش مقبول وأبدا وأنا قصلا هيدا الشيء ما بيمتعني وهيدا الشيء ما بيصيرني وهو لما نكون بلاحظتها بالقصة وعم نخوضها بيكون هيدا ومبين على الإسارة ومبين أنه عرفت أنه كان في متعة بس قررت تنفصلي هل هو يجرب أنه ينعيك تبقى معه شو صارعا مزبوط صارعا مزبوط لأنه هو له حق أنه يطلقني وأنا ما إلي حق أحصل على حريتي أخدت تقريبا سنة ونص أنه أنا أحصل على حريتي منه وطلبت مرارا وتكرارا وعبرت أنه أنا مش قادرة كفي بهذه العلاقة وإذا أنت بدك تكفي معي أوكي يعني بعد عندك فرصة بدنا نطلق العلاج سوا لنقدر نكفي ويكون يعني خلص أنا صرت فاهماني أكتر أنه كمان متعت شي مهم فقلت له أنت ما عم بتمتعني وصرت تواجه وصرت شخصيتي أقوى ويعني طب مثلا هنشوف كيف عم بيأثر على انتصابك بس هو كان دايما كان منكر لا أنا ما بني شي لا ما عم بيأثر علي لا ما في مشكلة لا شو علاج نوع ما رح روح على علاج لأنه عنده القوة وقادر يتحكم بالوضع خلص رابطني فيه وأنا كمان بطلت قبل ممارسة من غير واقع ذكري لأنه ما كان بدي أولاد وهيدا الشي كمان كانت مشكلة أنت تحرميني من الأبوة أصلا الواقع ذكري معا بيخليني حس بالمتعة لحد ما آخر شي أنه لجأت للمحكمة وحصلت على حريتي وحتى المحكمة ما كانت أبدا بروسس سهلة وكان لأنه ممكن ببلد مش بلبنان كان فيه فترة أنه بدون أنا نحكي مع حدا فما كان مفيد أبدا هيدا الشي لأنه كمان ما بيتطر أولى المواضيع ما بيكسروا حواجز فكان شي كتير سطحة ما كان مفيد بس بالنهاية قدرت أحصى حريتي الفترة كنت عم تشتغلي أم لا هيدا شي كتير مهم أنه النساء ما يتخلوا عن شغلهم هيدا اللي ساعدني أنا أول فترة زواج ما كنت عم بشتغل بس كنت عم دور على شغل الاستقلالية تعيتي هي اللي خلتني وقف على الجاية خلتني كون قوية اعتمد على حالي وأقدر كفة حياتي فهذا شي كتير مهم كمان للنساء قدي بإتم زواجة آخر يعني الفترة تقريبا ثلاث سنين يعني سنة ونصبين عم حاول بكل طاقتي ومجهودة أنه يمشي الحال وسنة ونصبين عم حارب أنه أنا بدي حريتي وكيف كانت التلقي يعني شو كانت ردت فعل أصحابك العيل شو عاملوا ردت فعل مختلفة يعني أعضاء من عائلتي ما كان عندهم أي فكرة أبدا أنه أنا عم واجه أي مشكلة فلو أنا يعني ما بحكي مثلا خلص لا عم قول أنه أنا زواجي واو ولا عم قول أنه في مشاكل خلص أنه مسكرة يعني ماشي ما بحكي عن الموضوع فبالنسبة لهم كانت صدمة لأنه هني عرفوا بالأول القصة كيف سارت كان في مثل قصة حاب كان في أنه أنا كتير واسقة من قراري وأنه هذا هو الشخص اللي بدي فهذا شي شكل صدمة تمنوني أنه لا يعني أنت بتستاهلي كل الخير ومن شاء الله تقدر تكفي حياتي وترجع تجرب مرة ثانية ويمكن تلاقي الشخص المناسب أكتر هاي هي ردات الفعل وهي تشيء امتصر يعني اليوم قلتنا أنت عمري 32 زوجت على 26 يعني صلي ثلاث سنين مطلق ايه تقريبا حيصل لثلاث سنين كيف الواحد يعيش مطلق يعني شو عملت من وقت طلائق شو ما عملت يعني صحيح أنه هذا تبو تاني بالمجتمع وأنه بتصير المرأة المطلقة ما بعرف شو نظرت لأ أنا بالنسبة إلي كان يوم حريتي هيدا شي يوم كتير مهم بالنسبة لأ إلي ومن وقت من بعد كفيت شغلات كان ترقيت أنا بسافر رحت مطارح كتير شو بديك اكتفتي أنا بنخرط فيها دايما بشغل حالي وهلا عم كمان بمرحلة تانية من حياتي قررت أنا كان حلمي أصلا من قبل أنه أنا كفت تعليمي وللأسف هي هيدا فترة الزواج لأنه كل مجهودي وكل طاقت كان مرك كان فوكس علي هيدا أخرني بس فهلأ كمان عم كفي تعليمي عم حلمي أنا كتير مبسوطة بحياتي مع أنه عنات ومرت بهاي التجربة الصعبة I'm grateful for it لأنه تعلمت عن حالي وعيت أكتر وتعلمت عن جسمي وتعلمت عن المتعة اللي أنا كنت كيبتتها وحيرمي حالي منها فالمرأة المطلقة فيها تعمل كتير إش بحياتها وفيها تكون سعيدة وفيها تختبر تجارب كتير وفيها ترجع كمان تحاول أنه تتعرف على شريك جديد وهالمرة تخد التجربة بطريقة أكتر لأنه خبرتها صارت أكتر وتعلمت أكتر عن الحياة هل قدرت تتصالح مع أنوستك لأنه بالنهاية هنا أكثر شي اللي رح يندقر هو الأنوست لأنه حسيت حالك منك مرغوبة بالنهاية هل تصلحت مع أنوستك ومع الجنس عامة يعني أول فترة هذا الشي هزدل سأتي بنفسي كتير في تفكر حالي أنه أوكي في جسمي الرزي هيدا العار اللي نحن منحسه بجسمنا بيكون موجود هيدا التجربة بتاعتي خلت العار يكبر أكتر يعني وفي شهو الشي اللي بجسمي هيدا اللي ما عم بيخليه يتطلع فيه وعم يتطلع بسيدات أخريات بس لما خلال التجربة لما شفت تأثيري عليه لما شفت أنا كيف قادرة مثلا هلأ ما اتعو وكيف هلأ عم نوصل لهيدا النشوبة بمتعة أكبر هيدا الشي كان عم يزيد سأتي بنفسي وهي يعني ما حقول أنه أنا هلأ اكتشفت كل شي وما حقول أنه هلأ أنا طريقة تفكيري بجسمي هي الأمثل بس عم حاول أنه أتخطى هيدول المشاكل اللي كانت موجودة قبل وبدو ضلني أقرأ وضلني أتتقف وكلما يكون عندي فرصة أحكي رح أحكي وكلما يكون عندي فرصة أتعلم رح أتعلم وهلأ فيك تجار تتجرأي وتخاطري أنك تحب كيف علاقتك بالحب لأن شخصية عطفية أنا كثير بحب الحب مع أنه هي التجربة كانت هيك بالعكس أنا يعني إذا فيه حب مرتانة وإذا فيه شخص مناسب أكيد بدي حبه وأنا هذا يعني الشي كثير بتمنى أنه يكون عندي شريك اللي بنقدر نبني حياتنا سوى ونقدر نكون عائلة سوى ونكون سعادة سوى فلا أنا كثير من فتح له هذا الموضوع التجربة الأول ما فيه ندم لأنه تعلمت من هالخبرة بس هل فيه ضغوطات هل فيه يعني بعض الأوقات بيصير الوحد بيفكر لا لازم إجراء يتزور راح بيقطع الوقت بدي يصير عنده أطفال أم أنت لا مرتاحة مرتاحة على نفسيك مرتاحة على مقراراتيك هلأ هو ضغوطات هي الشي الوحيد اللي بيكون مثلا ضغط علي هلأ اي أنه أنا كلمة أكبر ممكن أنه ساعتها فرصة بالإنجاب تكون أقل بس أنا ما حق تسرع وقول أنه أنا بدي أتزوج لحتى إنجاب وبعدين تكون علاقة فاشلة ويجيب أولاد على الدنيا وعيشهم بعائلة مثلا مان نكون مثلا سبريت فأنا ما بحب هيدا الشي بفضل أني لقي الشخص المناسب أنه أتأكد أنه هذا الشخص سيكون أب مناسب وساعتها نقرر مع بعض أنه نحن مستعدين أنه يكون عنا أطفال وحتى فكرة أنه حتى لو تخطيت العمر اللي فيه ساعاتي منا معتمدي على وجود شخص في حياتي أنا بلاقي ساعاتي لحالي وأنا بجيب من تجاربي ومن الأشي اللي أنا بعملها لحتى تساعدني هيك ستفكر هل كملت شي بعلاج نفسي شرعي يعني بالنهاية أنت كنت هذا الشخص قريب لألك عم يدرس العلاج النفسي هل خطة تجربة العلاج النفسي الشرعي مشارعي بس أنه مع حدا ما أفتعر فيه جربت أكتر من حدا وأول تجربة ما كانت يعني ما حسيت أني أنا ارتحت لهذا المعالج أو المعالجة وهلأ عندي جلسة كل شهر وكتير مرايحتني أدي هذا مهم لألك كتير مهم لأنه يعني هذه الشغلة منه منه عايب ما فيها كمان أي بالعكس تحولت من شخص كان ما بده يحكي وفكر أنه الحكي مثلا غلط أو الحكي هذا الشي خصوصي أو ما بعرف لحظ شخص أنه بالعكس الحكي هذا الشي مريح أنا هيك عم بتعلم عن حالي أكتر عم برتاح نفسيا أكتر عم بفهم حالي عم بفهم ليه أنا فكرت بهالطريقة عم بفهم ليه أنا أخذت هذا العرار بهذا الشكل خطة هذه المشكلة صار شي مثل متعة كمان بس متعة تانية إذا زهرة بنا نتعلم من خبرتي مش بس أنت تكون تعلمت شو فيك تعطي نصايح للمستمعات والمستمعين كمان صدق شعوركم الغريزة لما تحسوا أنه في شي غلط ما تشكوا بحالكم ما تكبتوا مشاعركم فتشوا حدا تقدروا توسعوا فيه لا يقدم لكم الدعم ورجعوا لدعم النفسي لدعم المعالج أو المعالجة الجنسية ما تستحوا تحقوا عن تجربتكم ما تستحوا تكتشفوا جسمكم ما تستحوا تعبره عن رغباتكم ما فيش شي اسمه أنه الرجل رغبته أكتر من المرأة ما تستحوا تطلبه من الشريك أنه يمتعكم ما يضحقكم وكيف الواحد بيتسقف عن الجنس يعني كيف شو الطرق اللي أنت بتنسحي فيه المسادر أونلاين أكيد الإنترنت بلعب دور بس أهم شي أنه أتأكد أنه هيدول المصادر موسوقة مصادر من أشخاص علمية مانا راندم يعني أي حدا عم يكتب أي شيء أونلاين ممكن يكون فيه كتب ممكن محاضرات سامينارز ووركشوب ممكن الرجوع لمعالج الجنسة لحتى لتطلق الجلسات يعني في كتير اختيارات وكل شخص يفتش على الخيار اللي بنسبه أكتر سؤال أخير لك زهرة لأنه أنا بشوف كتير سيدات ما بيكونوا مبسوطين بيزواجهم وبيقولوا أنه ما فيني ما فيني الترك ما فيني من وراء أهلي من وراء أهله ما مع المصار شو رح رح أعمل لوحد شو رح يقول عني المجتمع كيف الواحد بيلاقي هال ما رح ساميها قوة لأنه الشخص لي ما بيترك منه ضعيف بس كيف الواحد بيلاقي الشجاعة كيف بيعرف كيف بده يتوجه أنا يعني كان شيء كتير مهم بالنسبة إلي أني أنا كون بعلاقة أنا مبسوطة فيها أنا هيدا شيء كتير بهمني بهمني حسب الرومانسية بهمني حسب هيدول المشاعر بهمني حسب الأمان مع شريكة بهمني حسب أنه نحن عم نكافح وعم نبني حياتنا سوى فهيدول الاشياء كانوا كتير مهمين بالنسبة إلي لما فقدت لما فقدت الشعور بالأمان فقدت الشعور بالساعة فقدت السعادة اللي عشتها بالأول قبل الزواج فقدت الرومانسية فقدت انه هو منخرط بهيد الممارسة بطلنا عم نبني حياتنا بطلنا عم نفكر شو بدنا نعمل للمستقبل مع انه كنا نحكي كتير انه هي رح نعمل هيك ورح نروح هوني ورح نعمل مشروع سوى هيدا كله راح لانه كل وقته كان بسبق يعني محدود بهيد الممارسة فمعنو لا رفضت هيدا الشي انا بعرف انه انا عندي طموح وبيدي اوصل لهيدول الاهداف في حياتي فهيدا اللي خليني اعطاني الجرأة والشجاعة انه ايه رح اقول للكل اني انا طلقت رح واجه المجتمع بس اهدافي وساعاتي هي اهم الشي بالنسبة لي وهيدا الشي كتير كتير مهم انه الواحد بده يكون حاطة اهداف قدام وابحسلي خلصي كوي ايماني بالحب يعني حتى اذا كان في بركة جاية من عائلة بركة محتفظة بركة ما كنتوا كتير متفتحين بالنسبة للجنس بس كان في عندك هال كيف ديقول يعني كنت بتآمن بشي وهدا الشي بركة اللي اللي خلصيك وكمان كنت تآمن بساعتك الشخصية اللي هو كتير مهم يعني ما فدت بالزواج انت عم بتفكري انه انا لازم بس ارضي الزوج يعني كأنه الجنس هو فرض زوجي و اللي مثل ما بده بيصير وهذا الشي قليل تالمرأة تكون بتعرفه من وين كنت عندي كيهن هول هول أفكار وهل قيم هلا أنا بتضحك لأنه أنا عندي يعني عندي فامنس عندي هيدا الساعت بس مع انه كان عندي وعندي كتير معلومات عنه وعن حقوق المرأة والفاليوز تبعيت انه ما في نور الرجل منه أعلى من المرأة كان النقطة ضعفة ونقصة كان بالمعلومات الجنسية وهذا اللي اشتغلت عليه عندك شي هيك نصيحة أخيرة قبل ما نختم هيدا الحلقة الجاءوا للدعم بس يكون في مشكلة بس لازم تحاولوا تحلوها بأي طريقة اللي بتريحكن بس الجاءوا للدعم وهذا الشي كتير مهم انه بعرف انه العلاج النفسي عم الجنسيين بيكون كتير غالي بس بيضل في الواحد يلاقي طرق مثل ما انت لقيت انه يلاقي دعم نفسي منذ ما يكون في تكلفة مادية انه يلجأ بركة مثل ما قلت مش ردة تكون رأكيدة بس في مجموعات في فورمز في بركة رح يصير فيه كمان تطبيقات وين المرأة فيها تتوجه والرجل كمان ما رح نقول بس للمرأة تا يتلقى الدعم وتا يتلقى كمان المعلومات الصحيحة وبفتكر بيقولوا بالفرنسي انه بس نصير نعارف انه خلص منصير نسوة نسوة اتنين يعني السقافة والمعرفة كتير بتغيرنا وبتحولنا صحيح وفقة الرائمية بالمئة كتير بدي اشكرك زهرة لشجاعتك للرسالة اللي بعتتي ليها وكمان بحب شجاعة غير مستمعين مستمعات اذا انتو عندكن شاهدة اذا انتو عندكن شي حابين نتخبرو نحن بمنصتنا يعني ببودكاست حكي سريح مع دكتور تاندرين بالعكس منحب انه نشارك قصتكن واكيد هذا الشي فيصير بطريقة مضوما نعلون عن هويتكن كليا بدي كتير اشكرك زهرة شكرا كتير شكرا كتير اليك دكتور تاندرين مرة تانية وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم شكرا اليك اكيد ما فيني اقول اسميك وشكرا لكل مستمعينا بدي اذكركم تبعتوا اسئلتكم بخانة التعليقات ما تنسوا تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة